صناعة رئيس الجمهورية كل يوم اجتماعات زي ما قال لنا مبارح سيد وزير مالية دكتور محمد معيط عندنا هتولي اللستة الحاجات دي نقدر نعملها ولا لأ عايزين نصنع حاجتنا عايزين نعمل حاجتنا عايزين ده ومفيش بلد بتقوم وبلد إلا لم يبقى عندها صناعة بدل ما أنا استيرادي بسبعين خمسة وسبعين مليار دولار يعني عايزين نوصل النص يبقى عظيم جدا نص ده يبقى كويس ونزل كمان اكتر يبقى حاجة جميلة جدا ده محتاج ايه ان يبقى عندك تصنيع جوه البلد وفر لك فرص العمل الدولار اللي انت عمل تعمل وتصرف وتستوري وتدفع مليارات الدولارات يبقى بنقالل هذه الفاتورة وبالتالي بلد تقوم وزي ما احنا منتكلم كده كل حاجة لها تمنوا ليها فاتورة بتدفع رئيس الوزر النهاردة اخذ هذه الجولة في 6 اكتوبر في مصنع جديد مصنع هندي احدى الشركات الهندية الكبرى وايضا ده الافتتاح النهاردة احدى الشركات العالمية الهندية وده مصنع خاص بالبلاستيك وده مصنع ده استثماراته 100 مليون دولار والشركة النهاردة تكلموا على كمان فيه استثمارات جديدة حوالي 30 مليون دولار جولة ريس الوزراء اللي عملها النهاردة صباحا وكمان خط انتاج جديد لشركة معروفة طبعا نسل مصر شركة عالمية ايضا عملت افتتاح خط جديد النهاردة فيه ايضا لمنتجات بتاعتها فالجولة رئيس الوزراء واللي حضراتكم بتشوفو ده هو ده دعم دي الصناعة في مصر وكلنا نساعد في ده كل ما يبقى كل يوم عندك او كل شوي بقى عندك مصدع جديد خط انتاج جديد انت بتوفر عملة صعبة وبتوفر كمان بتساعد فرص العمل اللي رئيس الوزراء النهاردة بيقول كل سنة عندنا محتاجين عندنا 700 ألف شاب وفتاة محتاجين فرص عمل وزير مالين برح بتكلم على حوالي قرابة المليون ولكن في الآخر عندنا مئات الألاف من فرص العمل من الخارجين كل سنة محتاجين فرص عمل فرص عمل تجي من ايه؟ لم يبقوا عندك كده وبعندي الصناعة وعندي السمار رئيس الوزراء بيشوف الشركة نسلا مصر هو بيتابع الانتاج بيتابع مع المسؤولين ومع الناس اللي شغالة زي ما احنا بتشوف في هذه الجولة التفاقدية وبلدنا فيها فرص كبيرة جدا من أكتر البلاد في المنطقة لنحنا عدد سكاننا 100 مليون ما فيش حد بيكسب زي ما يكسب في مصر أي حد عنده حاجة يكسب فين؟ في مصر رقم واحد مصر سوق كبير جدا لكل الصناعات ولكل السمار ولكل الشركات العالمية إنها هتيجي مصر هنا بلد مستقرة الحمد لله وضعها الأمن الحمد لله مستقر وزي بقول لكم أكبر سوق موجود في المنطقة فيش أكتر من كده كل حاجة اللي بيعمل في مصر مطعم ماشاء الله ستة وسبعة وعشر أضعاف أي بلد أخرى اللي يعمل شركة زي اللي قدامكم كده أضعاف أضعاف في ناس قال لك إحنا اللي كسبناه في مصر ما بنكسبوش في أي مكان شركات كبرى في المنطقة لهم السمارات هنا قال لك بكسب في مصر عشر وخمستاشر ضعف ما كسب في أي دولة تانية يبقى أنت النهاردة سوق واعد محدش بيجي هنا ويخسر زي بقول لهم حاكوا البلد عدد سكان وبعدين أنت عندك كل حاجة وتقدر من مصر تصدر قد إيه طالما أنت عندك مصانع هنا فأنا بشتغل على الاكتفاء الزاتي وعلى السوق الداخلي وأيضا من مصر أقدر أصدر لمختلف دول العالم عندك المواني موجودة في كل مكان عندك المطارات النهاردة موجودة في كل مكان وبالتالي أصدر وأقوى وأجيب عملة بدل من أنا كنت باستورد وأدفع عقلة أن النهاردة يكون عندي من هنا من المصانع الشركة نسلة أيضا مصر بتعمل إيه طبعا السوق المصري واعد في هذا المجال وشوفوا الناس دي أديه بسم الله م شاء الله أديه فرص العمل أنا أحب إيه إن أنا فضلوا الدولة بتضيح حاز المناخ القطاع الخاص والدولة وتحفيز القطاع الخاص وستطيع رئيس عمل اجتماع من فترة كده مع أكبر رجال الأعمال موجودين في مصر وقال لهم اشتغلوا اشتغلوا احنا بنقدم لكم لنتوا عزينوا يبقى رئيس الجمهورية بيدعم القطاع الخاص دعم كبير جدا بعكس ما يقال وبعكس أصله طب اللي قدامكم ده قطاع خاص ولا قطاع حكومي اللي قدامكم ده اللي قدامكم اللي فيه رئيس الوزر النهاردة إيه ومعاه رئيس هيدة السمار ووزيرة الصناعة موجودة رئيس الوزر النهاردة رايح يفتتحه ده مش تدعيم للصناعة ما يأسف أيوة تدعيم للصناعة والقطاع الخاص ما ده قطاع خاص هو ده مملوك الشركة دي بتاعت البلد بتاعت الدولة يعني الشركة اللي قدنكو دي تابعة قوات المسلحة ولا قطاع خاص ولا شركة عالمية أصلا وده فرعها في مصر يبقى انت بتدعم ولا بتدعم الشركة الهندية دي بتاعتنا ولا شركة عالمية هندية تاني بسأل السؤال للناس بتكلم هو ده رئيس الوزراء النهاردة ريح لمين ريح القطاع العام دي شركات قطاع عام ولا قطاع خاص قطاع خاص واستثمار يبقى احنا بنبدأ طيب بتدي النهاردة حوافز لهذا القطاع الخاص ولا ما تدلوش هل مصر النهاردة بتساعد القطاع الخاص ولا بتقولك القطاع الخاص ده يركل على جنب مش هنساعده وجود رئيس الوزر النهاردة دليل ودليل 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 ولوكم سيد رئيس الجمهورية من شهرين يمكن اجتماع اكبر رجال اعمال موجودين في مصر قاعدين مع رئيس الجمهورية في الاتحادية كان بيكلموا في ايه عشان ايديهم ولا عشان يقولهم مشاكلكو ايه طلباتكو ايه التسهيلات المتعازين ايه استثماراتكو ايه بساعد يبقى ده قطاع خاص ولا ده قطاع عام كلها شركات خاصة يبقى دي البلد بتدقي قطاع الخاص وبتقوله ما تشغلش ولا انا بساعد قطاع الخاص رئيس الوزراء رايح لقطاع الخاص بيفتتح خطوط او بيفتتح الشركة جديدة هندية عالمية يبقى ده دعم يبقى ده بيؤكد الدولة اللي بتقوله بتعمله بتنفزه لو انت مش مهتم رئيس الوزراء مش هيروح لو انت عايز تدقي قطاع الخاص مش رايح وخلاص الشركة تفتح لنفسها وخلاصه بحدش هيروح لكن لا ده دعم اللي قدامكم رئيس الوزراء الدكتور مصافة مدبوري في الشركات دي دعم ده رسالة ايجابية من الدولة المصرية والحكومة المصرية لقطاع الخاص احنا وقفين معاك احنا بنساعدك اتفضلوا اشتغلوا وفروا لي فرص عمل بديك أنا التلسلات اللي انت عايزها ده عملاء غير مسبوغ وغير بلا حدود لقطاع الخاص لانه في الاخر انت وانت بتعمل برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي بدأت في 16 هو ده من اللي هيشيل معاك من القطاع الخاص هي الدولة من غير قطاع خاصها تشتغل هو من النهاردة اللي عنده فرص العمل الاكتر عندي كان في الحكومة وعندي كان في قطاع الخاص عندي 22 مليون قطاع خاص بيشتغلوا وعندي 4-5-6 مليون في الحكومة مش كده يبقى مين اللي عنده الشلة كبيرة جدا القطاع الخاص انت معتمد الحكومة ايوة معتمد على قطاع الخاص بشكل رئيسي فرص العمل بقولك اهو 22 مليون في قطاع الخاص وستة 7 مليون في الحكومة وقطاعه ولا الجهاز الاداري للدولة ولا القطاع العام وغيره وغيره يبقى انا الاعتماد الرئيسي عندي مين القطاع الخاص اللي انا بساهله وبديله لان انا كل سنة عندي 2-5 مليون طفل جديد كل ما عندي 2-5 مليون مولود بيتضافلنا ما دول محتاجين عمل محتاجين شغل محتاجين تنمية محتاجين لازم اواجه اوفر فرص عمل اكتر عشان اواجه التحدي الرئيسي اللي عندنا اللي كلنا وقفين بنتفرج وعمال شغالين مش عارفين مش عارف والله انا اصعب ملف اللي مش لقي فيه اي تحرك او مفهوش حاجة ايجابية لحد دوقتي هو ملف النمو السكان الرئيب الدولة عملت بتعمل كل حاجة والحكومة بتعمل كل حاجة الا هذا الملف اللي مش قادرين كلنا لانه هو مش قزمة حكومة هو قزمة دولة قزمتنا كلنا كمجتمع كلنا مسؤولين عن ده مش عارفين دول خدت قرارات اللي هيخلف طفلين الطفل الاولان اللي كزا والتاني كزا الدول بتاخد قرارات وبتطبق هذه القرارات بشكل واضح مفيش الا طفل واحد لمدة وحصل الدول اللي اللي قدرت تحقق معدلات هائلة قفزة اقتصادية هائلة سيطرت على الصين سيطرت المليار وربعمائة مليون نسمة الصين الدول اكبر في العالم سيطرت على معدلات النمو الدول اللي بدت معانا في الستينات شوفوا النهاردة سكانهم قديوا احنا بقينا فين وهم بقوا فين عشان عملوا خطة وطبقوا هذه خطة وفيها دول اسلامية عشان محدش يقولك بتكلمك على دول اسلامية حسنا محدش يقولكا المترجم للقناة